بصبح عليكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وماء للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء ودافي على جنوب الصعيد إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء والشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء كمان فيه أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري هتكون على فترات متقطعة كمان فيه شبورة مائية الصبحة قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم وعضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتور صباح الخير على حضرتك أستاذ ألمي وصباح الخير على كل سيدة مشاهدين أهلا بيك يا فت أهلا بيكي وطمنين عن حالة الطقس خصوصا أننا اليومين دول شايفين فيه درجة الحرارة بالنهار على الأقل أحسن شوية من قبل كده بالفعل نحن طبعا بنشهد تحسن واستقرار في الأحوال الجوية على كافة محافظات الجمهورية درجة الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية مثل هذا الوقت الملهم بتتروح ما بين 20 و21 درجة مقاوية خلال فترة النهارة على القاهرة الكبرى الأجواء مستقرة تماما مع كمان فيه بيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار فبالتالي بنحس بيه الأجواء المعتابلة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى محافظات الوكه البحري أيضا محافظات السواحل الشمالية للبلاد ويمكن كمان في عرض ما الأشعة الشمس وفترة الظاهرة بيخلان نحس بالدفقة أكتر في المناطق الشمالية المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد بتكون أعلى درجات حرارة من سبعا القاهرة الكبرى بتوصل ليه 23 و22 درجة على شمال الصعيد 25 و26 درجة مقاوية على جنوب الصعيد فالأجواء دافية تماما فيه شمال وجنوب الصعيد وأيضا جنوب فينا خلال فترة النهار خلال فترات الليل لما أشعة الشمس بتغيب بتبدأ درجات الحرارة تنخفض بيكون فرق كبير بين فترة النهار وفترة الليل بيوصل أحيانا في بعض المناطق لعشر درجات بتنخفض أكثر ساعات الليل بتأخذ فترة الصباح الباكر درجات الحرارة في الوقت دابتا انخفض الأجواء بيكون بردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية مازال استقيئة بيتكون على المزروعات الموجودة في وسط صينة نتيجة انخفض درجات الحرارة خلال فترة الليل لأقل من 5 درجات لكن نأكد أن درجات الحرارة فترة الليل سحستنت طبعا عن الأيام الماضية بدأنا نسجل درجات حرارة 13 و12 درجة مقوية على القاهرة الكبرى خلال فترات الليل ده بالنسبة لدرجات الحرارة فترة الاستقرار في الأحوال الجوية هو طبعا تكون لشبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وبتأدي له انخفض الرؤية الأفقية دايما مع التكون الشبورة المائية المؤثرة بشكل كبير بيكون في ساعات الليل المتأخر يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر يستمر معنا حتى سطوع أشعة الشمس وبتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية خلال هذه الأيام فرص الأمطار اليوم متأقع أنها تكون فرص أمطار خفيفة جدا غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية وزي ما بيقول على فترات متقطعة وهلا حسب أماكن والأماكن الأخرى لا على بعض المناطق من سواحنا الشمالية المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوكي البحري الأجواء المستقرة دي متأقعة إن شاء الله يتمل معنا غدا السبت بإذن الله واعتبارا من يوم الأحد القادم إن شاء الله هنبدأ نشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة تبدأ ترتفع وتوصل ل23 درجة مقوية على القاهرة الكبرى زروة الارتساعات هتكون يوم السلساء القادم وتوصل ل26 درجة مقوية على القاهرة الكبرى وده السبب وجود مرتفع جوي موجود في طبقات الجو العليا تأثرنا بقتل هوائية قادمة من جنوب شبه الجزيرة العربي شكرا جزيلا للدكتورة منار غين معضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي مشاهدين تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وهنبدأها بالقاهرة اللي العظمة فيها 20 والصغرى 12 العاصمة الإدارية العظمة فيها 20 والصغرى 12 اسكندرية 19-13 العالمين الجديدة 18-13 مطروح 18-13 دميات 19-11 فورسعيد 18-12 الإسماعيلية 20-11 هنروح للسويس العظمة فيها 20 والصغرى 11 العريش 19-10 كاترين 17-3 طابة 19-13 حلايب 23-17 شلاتين 24-16 شرم الشيخ 23-17 الغرداء 23-13 الفيوم العظمة فيها 20 والصغرى 9 بني سويف 21-9 الوادي الجديد 24-8 أسيوت 22-7 سهاج 23-8 قنى 25-9 دقصر 26-10 وأخيراً أسوان العظمة فيها 25 والصغرى 11 دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة وكمان يعني تعليماتنا عن الأحوال الجوية النهاردة الحمد لله درجات الحرارة في ارتفع ومكملة معنا لحد الأسبوع اللي جاي إن شاء الله بس الظاهرة الجوية الوحيدة اللي مكملة معنا هي الشبورة المائية خلونا ناخد بالنا ونرتزم بالتعليمات المرورية عشان توصلوا بيوتكم وأشغلكوا بألف سلامة ومرة تانية هنرجع لمصطفى وجمانا نكمل معاهم باقي فقراتنا نشكرك يا لامية شكراً جزيلاً شكراً لك يا لامية